على هذا الحائط في وسط مدينة بيروت وتحت هذا الشعار نشر المصور الصحفي حسن شعبان صورة مرفقة على حسابه على فيسبوك معلنا نهاية مسيرته في صحيفة الديل ستار اللبنانية بعد عشر سنوات من العمل فقد تم إبلاغ العاملين في الصحيفة عبر مكلمة جماعية على تطبيق واتساب بقرار إقفالها نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة الديل ستار وهي الصحيفة الوحيدة التي تصدر باللغة الإنجليزية في لبنان لعبت دورا هاما في الحياة الإعلامية في البلاد وخرجت مرات عدة بافتتاحيات هزة الرأي العام اللبناني لكنها اليوم وبعد نحو عام على تحولها من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية ها هي تقفل بشكل نهائي بفعل الأزمة أزمة انعكست على العاملين في هذا القطاع المترنح طالما أنه الإعلام ضحية لح تكون الحالة الأضعف لليهن العاملين بهذا القطاع هن الضحايا الأكبر الضحايا لأنه ما عم يقدر يحصلوا على معاشاتهم أو عم يحصلوا على معاشات مخفضة أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الحالي كمان عندهم الأزمة الاقتصادية المستفحلة تكافح وسائل الأعلام في لبنان من أجل البقاء والصمود أمام عاصفة الانحدار المتسارع ويكافح العاملون في هذا القطاع لتأمين سبل عيشهم في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتدني قيمة الرواتب فيما تحاول الصحف والمواقع الإلكترونية التأقلم قدر المستطاع مع المتغيرات والتحديات وسائل الأعلام بعتقد بحاجة أن تبحث عن طرق بديلة لتأمين استمراريتها ودايم ومتها تختلف عن الطرق التي كانت تقليدياً تعتمد عليها هل هذه الأزمة تجرف وراها وسائل الأعلام أخرى بعتقد أنها تجرف وراها كثير من المؤسسات وكثير من القطاعات تتأثر بالانهيار الحاصل بالبلد صحف لبنانية عدة خرجت من الصورة الأعلامية واختفت في السنوات الماضية بفعل الأزمة ليبقى العاملون في هذا القطاع مهددين بأعمالهم ومصادر أرزاقهم ويقول الصحفيون أن مبررات إقفال أي مؤسسة وإن كانت مفهومة بأسبابها إلا أنها لا يجب أن تظلم العاملين فيها بأي شكل إن لناحية تحصيل حقوقهم أو حصولهم على التعويضات الاجتماعية والمالية اللازمة فالمشهد الإعلامي في البلاد ليس بخير على حد وصفهم سلمان العندارس كاي نيوز عربية بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر